اشتركوا في القناة والسماء ذات الغبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنهم من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ضوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعاجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء الرزقكم وما توعدوا فورب السماء والأرض إنه لحق مثلا ما أنكم تأتي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا السلام قال سلام قوم منك فراغ إلى أهله فجاء بيع إجل سبيل فكربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بقلام عليم فأقبلت امراته في سرة فسكت فجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما حطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم هجارة من تين مسومة عند ربك للمصرفين فأحرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين واتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساهر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبثناهم في اليم وهو منيم وفي ياد إذ أرسلنا عليهم مريها العقيم ما تثر من شيء أتت عليه إلا جالته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أثى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون